في حكاية تانية وحكاية ما بتخلص حكاية كهرباء أو الغرامة كهرباء أو قصة كهرباء وهل كهرباء مكمل مع الأهلي ولا ممكن يمشي من الأهلي في وجود اتنين مهاجمين أجانب دلوقتي هل لو اعتبرنا كمان إنه وسام أبو علي مهاجم أجنبي وإن كان يعني مصنف مصر يكونوا فلسطين هل كهرباء مكمل مع نادي أهلي ولا ماشي وهل غرامة كهرباء هتتسدد في قريب العجر ولا لسه عاعدين شوية كمان معها طيب خلينا نبدأ بالجزء بتاع الغرامة كل المصادر المتواصل معها داخل النادي الأهلي بما فيهم كهرباء ومحامي كهرباء محدش عارف الغرامة ده تدفع إنت كله بيقولك على الأقل نهاية الموسم بعد نهاية الموسم نبتدي نتابع القضية مرة تانية بيقولك آخر جلسة الرول ما نزلش فيه قضية كهرباء حاجات قانونية كده فبالتالي كهرباء مش هيكون في حكم محكمة رياضية في الفترة القريبة وبالتالي مع السيزون الجديد فلوس الغرامة أنا بأكد لك وقلتها معك أكتر من مرة فلوس الغرامة كلها موجودة مع كهرباء في حساب بنكي جاهزة على الدفع كل ما بيعملوا كهرباء في الوقت الحالي هو زي ما نقول عقاب لمسئولي نادي الزمالك على ما فعلوا معي هو مازال مقتنع أن العقد بتاعه تم توفيقه في موعد غير موعده وبالتالي هو بيعاقب النادي ومش عايزه مستفيده بأي مقابل مدي ده بالنسبة للجزء بتاع الغرامة بالنسبة للجزء بتاع العروض كهرباء تلقى الفترة اللي فاتت عروض كتيرة من الدوري السعودي تحديدا أيام فترة كاس العالم كان فيه بعض المفاوضات معاه اتكلم مع بعض المسئولين داخل النادي الأهلي على فكرة العرض قالوا له أي منقشة لأي عروض في الوقت الحالي هتكون مرفوضة في الصيف المقبل هتكون على يعني ممكن نوفق لك على أن أنت تحترف سواء على سبيل الأعارة أو على سبيل البيع النهائي لما نشوف العروض بنسبة قطة خطة 90% كهرباء خارج النادي الأهلي الصيف المقبل والانتقال لأحد الأندية السعودية